موسيقى على بعد أكثر من 70 كم عن مدينة هولير أو أربيل باللغة العربية توجهنا لمدينة كردية عريقة ترك العثمانيين بصماتهم بيها خلال تلك الفترة وفورا من وصولنا جذب انتباهنا ببساطة الحياة بهاي المدينة واختلافها عن أغلب المدن الكردية بمحافظة أربيل أزقة ضيقة وشوارع عامرة بالناس وأطفال يلعبون مشاهد ما عادت مألوفة إنه بهذا الوقت قشلة كوية أو قلعة كوية هذا المكان اللي أنا حاليا موجود بي المكان اللي حسب ما يقال إنه متحة باشا هو اللي أسس هذا المكان بعد أن كانت مدينة كوية هي مركز للأراضي الكردية اللي موجودة تحت الحكم العثماني هذا المكان اللي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر أو منتصف القرن التاسع عشر مثل ما تعرفون إنه إحنا دائما نسمع بكل مكان أو كل محافظة عراقية أكو قشلة أو كل مدينة عراقية بها قشلة والقشلة هي مربط الجيش الجيش لما يرابط هنا وبسبب برودة هذا المكان اختاروا هذا المكان حتى يتحصنون بالشتاء البارد هذه القشلة عبارة عن حصن بأربع أعمدة بالزوايا ماتة اللي موجودة بالإضافة إلى الغرف والمرابط اللي يربط بها أو يكون يرابطون بها الجيوش اللي موجودة بتلك الفترة حاليا عبارة عن متنزه وهذا الشيء الحلو اللي أنا شفته بيه لما استكشفنا وطلعنا به شانت المكان هو عبارة عن متنزه للعوائل هاي وحدة اثنيا المكان أيضا استغل أن يكون متنفس للعوائل بالإضافة إلى أن يكون مثل الكازينو موجود كازينوهات موجودة بهذا المكان بإضافة إلى المكانات التراثية والمعالم اللي يتركها الجيش العثماني بتلك الفترة من الأواني الفخاريات القدور اللي يصنعون بيها المراجل كل هذه الشغلات إحنا موجودة هنانا نشوفها حتى الطاحونة اللي يطحنون بيها وعلى ذكر الطاحونة إحنا اليوم مخصصين حلقتنا لاستكشاف شي معين يمكن كان بعيد عن مخيلتي لكن أنه حبيت ندخل بتفاصيل هذا المكان فأنا مكمل وياكم نستكشف هذا المكان أكثر نتعرف عليه أكثر بعد هذا الفاصل مكمل وياكم ببرنامج المستكشف قشلة كوية ومعناها مركز الشرطة أو مركز الإدارة الحكومية لكوية وهي عبارة عن مبنى موجود غرب كوية ويرجع تاريخ بناء هاي القلعة إلى عهد حكم الدولة المملوكية بغداد وتشير المصادر أن تاريخ بناءها يرجع للنصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي في أيام الوالي العثماني متحط باشا كان هذا في عام 1869 واللي كان وقتها واليا على بغداد في أحد الدولة العثمانية بهذا المكان لما صعدنا وشفنا استطلعنا القمة اللي موجودة بهذا الحصن أو هذه القشلة لنشوف الفراغات اللي موجودة هنا اللي هي تعبر عن حماية الجيش اللي موجود هنا حتى يشوفون إذا كان أكوا أعداء يجوهم أو لا بالإضافة إلى هذه الأبراج الأربعة مثل ما قلت لكم اللي هي تعتبر أبراج المراقبة الخاصة بهذه القشلة رح ننتقل آني وياكم وكادر برنامجنا إلى مكان ثاني بمدينة كوية هذه المدينة العريقة والأصيلة المدينة الكردية القديمة اللي يتميز بيها أغلب المعالم القديمة من الجوامع بالإضافة إلى القشلة وأيضا إلى المعالم الطبيعية الطبيعة اللي موجودة هنا تختلف عن بعض المدن الكردستانية حيط بيها جبلين عبارة عن سهل هذه المدينة عبارة عن سهل بيها جبلين جبل بواجي والجبل الثاني اللي هو هيبة سلطاني اللي إن شاء الله رح نحاول نوصل لوحدة من عدهن والقممهن حتى نشوفها ونشوف الحقول الحنطة اللي موجودة بهذا المكان لذلك أنا مكمل وياكم ببرنامجنا حتى نتابع بقية تفاصيل هذه الحلقة القشلة هي كلمة تركية معناها المكان اللي يستوطن بيه الجنود بالشتة وتعني أيضا المشتة أو المكان اللي يقي الإنسان من تقلبات الجو وبما أنه أحنا بأحد مدن أقليم كردستان يعني الشتة هنا صعب وبارد لذلك حول أهالي كويا القشلة إلى مكان ترفيهي وسياحي بالأيام الدافئة اللي يجي يشرب قهوة أو شاي واللي يجي يتأمل ويستمتع بالمناظر الخلابة اشتركوا في القناة خلال رحلة استكشافنا الكويا شفنا سهول خضراء على مد البصر بين الجبال لما سألنا أهل المدينة تبيننا أنه هذه هي حقول القمح والشعير اللي يعتبر أقليم كردستان المورد الأكبر إلها في العراق وهنا عرفنا كويا تملك أقدم محرك تدوير مطحنة بالأقليم واللي يعتبر ذاك الوقت نقلة نوعية وصلنا إلى الأستاذ أمير اللي هو جدك تقريبا هو اللي شا اسمه السواء هذي المطحنة طبعا المطحنة هذي قلت لي عمرها 1891 الزغيرة الزغيرة اللي راح حسن نشوفها وراح نتعرف على تفاصيلها أكثر لأنه تعتبر هذا طبعا شي تراثي يعني ممكن أن يكون حتى بمتحف هذه المطحنة تكون موجودة فحدثني أكثر على المطحنة ماتكم وشون ببداياتها لما قلت لي جدك هو اللي بلش بها هذا الموضوع يا طبعا هاي جدي سنة 1927 جاب المكينة من بغدال من شركة لينكولون الباريطانية جابه لهنا ويا المهندسين أسسوها هنا وبين نشغلوه وسلموه إلنا سابقا قلت لي كان الطحن يصير بالماء يعني المكين تتحرك بالماء هاي مو عمرنا يعني كان بالماء يطحنوا بطاحن حجرية هاي يطحنوا هاي إلى أن أجدت هذه التقنية اللي هي صارت همية تقنية قديمة لأنه هس حاليا أكو مكاين ومطاحن حديثة مطاحن حديثة بس القبل جاء المطاحن للشتغل بالماء كان يعني بطيء يعني يمكن بالساعة نصط نكا يجيبه بالساعة ممكن نصطن أنت تقدر تطحن ها تنكة التنكة هذي اللي إحنا هسا حتنا عليها قبل شوي شفناها هاي نص ساعة الأشياء اللي أنتو تقدموها أو تطحنوها أنا سماعت أنه يصير أكو طحين يعني الحنطة تنطحن إلى طحين أو تنطحن إلى برغل فإحنا يعني ممكن هناك نوعين من المطاحن اللي موجودة هسا اللي إحنا نسويها للناس يجيبون برغل إحنا نعمو نعمو نجرش نجرشها بعدين وبعدين جريشهم جريش و شعير وحنطة نطحن نسوي طحين الخبز نسلمهم جاهز ككمير أنا راح أسترخص من عندك أنه راح ندخل بالمطحنة مالتكم وأتعرف على تفاصيلها أكثر وممكن أنا راح أطحن بإيدي راح أتعلمني شون أنا أطحن بالمطحنة يلا خلونا نسوي يلا خلونا نسوي يلا خلونا نسوي بتشغيل المحرك القديم رغم تخوف أهل المعمل من خطورة العملية وتم التشغيل والشروق بعمل الخط الإنتاجي بس هو أهم على الكهرباء لا مو على الكهرباء أبدا خلع الهوى ما بي على الهوى بس الهوى كهرباء الهوى شغلة بس يدفع البستين ويشتغل خلاص بس الهوى لازم أكو كهرباء الهوى يروح للناكم بالكوندينسر اللي هو يجمع الهوى يجمع الهوى خالي مثل الكمبرايسر لو ما بيهوى أبدا هذا ما يشتغل مستحيل نكبس هنا يلا نملي يلا نفتح القفة ليلا يشتغل جيد فهذا احنا راح أول خطوة نشغل هذا هذا راح يملي هوى والهوى هو اللي راح يشغل الكمبرايسر تجري عملية الطحن على عدة أشكال خط لطحن الحنطة وتحويلها لطحين وخط ثاني لعمل الجريش والبرغم وخط لطحن الحبوب وتحويلها لعلف الحيوانات مدينة كوية وبسبب طول فصل الشتاء يدخر أهالي المدينة والقرى المجاورة القمح والشعير هذا خلال موسم الحصاد في منازلهم ويحاولوها إلى مواد نافعة ووجبات أساسية لهم خلال فصل الشتاء حالياً أنا خلفي المحرك الأساسي للمطحنة وعرفت طريقة الشغل من كاك أمير اللي حتشالي على كل التفاصيل الحلوة اللي ممكن شنة مهما يكون أنه اختصاصك بمعدات وبآليات وهي شيء سوالف وممكن أنا قريب من الموضوع لكن شنة ما متخيل أو ما متصور العملية شون تصير أولاً هذا المحرك هو المحرك الأساسي للمطحنة تقريباً عبارة عن ثلاث أجزاء مطحنة القمح أو الحنطة تتكون من ثلاث أجزاء المرحلة الأولى أو الجزء الأول هو جزء المحرك والعجلة الشبيرة اللي وراي اللي هي راح تحرك كل القوايش الجزء الثاني راح أنتقل لكم بها سفد شوية اللي هو جزء النواقل العجلات اللي تفتر عن طريق هذا المحرك حتى تنقل الحركة من المحرك المن للطاحونة أو للمجرشة مثل ما يقولون هذه ما تشتغل على الكهرباء تشتغل على الهواء فالخطوة الأولى لتشغيلها احنا راح نشغل الكابسة اللي راح تكبس لنا هواء وتحولها إلى الخزان والوعاء اللي موجود هسا قدامي وهذا الوعاء راح ينكبس بيه هواء كمية الهواء وقوة الهواء اللي راح تكون موجودة بهذا الوعاء راح تنقل الحركة وتخلي المحرك يشتغل بعد ما يشتغل المحرك القوايش اللي موجودة راح تنقل الحركة عن طريق النواقل اللي موجودة وبعدها ننتقل للمجرشة فالخطوة الأولى كملناها هنا راح ننتقل وياكم للخطوة الثانية كاكمير هس احنا وصلنا للمكان اللي هو ينقل الحركة من المطور او المحرك او المكينة الى الطاحونة قلت لي احنا هس راح نكمل المراحل اللي يمش بيه وبعدين نشغل الطاحونة واحنا ما شغلناها سنونا تحتاج عشرين دقيقة يلا تحمى هاي بشيتة لان دنيا باردة يحتاج ربع ساعة لعشرين دقيقة يلا يحمل مكينة يلا نقدر نحمل علي حمل زين هو ايه انسى هذا منو اللي راح يحمى هذا الجهاز اللي لا هذا الجوه هذا ميراد يحمى هذا الجوه كبيره هذا يحمى بس بدل الصيف ميراد لهي شي يرأسا تخلي علي حمل شنو الفرق بين المطحنة اللي طلع جريش او برغل او المطحنة اللي طلع طحين هذا مطحنة بيه حجر حجرين كبيره وحده ثابته وحده تفر يعني هي تشبه الطاحونة القديمة اللي كانوا هايش يفروها نعم ها انتوا عدكم وحده قديمة ايه هذا ايه زين خلي اصورها لعاد فد شوي ايه بعدين اصورها ايه هذا بيه حجر بس هذا بيه رغلة يعني ايه حديد ايه هاي كأنما مثل مكينة اللحم مثل الشي وهذه هي مثل الطاحونة القديمة مثل مكينة مال اللحم مال فارم مكينة ايه ايه يفرمها هاي هذا يفرم اله اه برغل ينعمها بعدين ينعمها بعد ينعمها نخليها هنا يجرشها يجرشها كيفه اه جيد راح هسا انتقل الى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الطاحن هاي هذا الحركة ينقلها بواسطة القوايش القوايش هاي البوليات يعني انت لاتي تشغل هاي المطحنة هاي هاي نخلي القايش يلا يشتغل يشتغل المطحنة يشتغل يلا تخلي بلنش الاجتهاد بالعمل واضح على احمد ويمكن شان يريد يقنع كاكا امير هو يقدر يشتغل بالمطحنة فتجهيز الخط انتاج الطحين وتعبئة الحنطة بالمطحنة ومراقبة العملية الطحن ما من عتى ينتقل الى خط الثاني اللي هو خط المجرشة وتحويل الحنطة الى برغل اللي يعتبر وجبة اساسية الاهالي كوية موسيقى هوا أوقع ما تكوه هنا كل كوران دي وكوتك والله لقد أبحث لما عمدودي وبجيره ما عمدوك دو حتى حصاتهم هو نفسها حصاتها حصات ايه بدع الرأسين بعدين تخليه بجدرية شبيرة تخليه تحتعناك حتى تغلي و تغلي هوايا يعني هي ساني دا أسألها هاذا هو هي زارعتها بنفسها ممكن تزوجها ايه يعني اسألها ايه لو خط ساندي كانت او انا او قنمى 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 بسألها ايه هم زارعتها هم زارعتها ايه زارع الحنطة و نفس هاي اللي حاصدته و نفس هاي اللي حولته البرغل البرغل الى طريقة معينة انه هما ينقعوا بالماء و يحموا على النار فترة معينة الى ان شوية ينطبخوا بعد انه ينطبخوا ينشفوا يشروه يشروه بعدين بالمنخل ينخل حتى يوصل الى هاذ الى هاذا جاهز هاذا جاهز جاهز للطبخ هاذا جاهز للطبخ هاذا ش راح تسوي حجيا ايه ايه اسأل شنو راح تسوي يقولها ده نسيدي اذا كتسوي مالي او سوارا ليه دنيا ليه دنيا طبخه طبخ مثل التمن يعني مثل التمن اه فهذا راح يطبخه مثل التمن واحسن من التمن يمكن اليوم كانت حلقتنا غريبة وحلوة وبنفس الوقت هي بسيطة حتى ما خاطر على الباني انه اشوف شون يصير البرغل راح ناخد فاصل نكمل به الشغل احنا ويالجماعة وانهمين راح نخلوا اياهم ونكمل وياكم بحلقتنا ببرنامج المستكشف اهالي كوية اخذوا عادة صناعة البرغل من الاتراك اللي كان لهم فضل شبير بنقل هذه الثقافة خلال فترة حكمهم لهاي المناطق مطحنة كاكا امير تعتبر احد معالم مدينة كوية سنجيق وهذا الشي اللي خلا يتمسك بالاحتفاظ بيها ديمومتها بالعمل لان تعتبر ارث اجداده ومدينته موسيقى من بالغ ابدا لمن نقول بان جغرافي قضاء كوية اللي تمتد ما بين سفوع سلسلتين جبال هبت سلطان وبواجي حتى ضفاف الزاب الاسفل تشكل مستوطنة اثار كبيرة هذا القضاء التابع لمحافظة اربيل ويشكل الجسر اللي يربط محافظات اربيل والسليمانية وكركوك مع بعضها البعض جغرافيا تمتد الى عمق التاريخ الذي لم يتم تناوله بما فيه الكفاية للكشف عن اسرار وخفايا موسيقى كوية احد اقدم الاقضية العراقية منذ العهد العثماني يتبعها حاليا نواح عدة منها ضقطق وشورش واشتي واسكتان واسكردكان والسلطات العراقية السابقة حاولت محاصرة هذا القضاء ومن ثم مسحة من الوجود وترحيل جميع سكانها كان هذا خلال حملات الانفال سيئة الصيت تمت ازالة جميع قرى كوية اللي تبلغ اكثر من مية وعشرين قرية وصلت لنهاية محطات حلقتنا لهذا اليوم واستكشافنا لمدينة كوية والمطحنة وهذه التفاصيل كلها راح ارجع استذكر وياكم على هذه الخريطة اللي هي جوايا المدينة كلها اللي مثل ما قلت لكم بالبداية انه مدينة كوية عبارة عن سهل يحدى جبلين اثنين لما حجيت وياكم ببداية الحلقة وحاليا انا يسا باعلى قمة موجودة بمدينة كوية اللي هي هيبة سلطان هذي اللي هي يمي بالاضافة الى القمة الثانية والسهل اللي يتوسطها بلشنا ببداية الحلقة بالقلعة او القشلة اللي موجودة جوا حاليا بعدين انتقلنا الى السهل ومزارع الحنطة اللي احنا اخذنا من عندها جزء من الحلقة حتى ننتقل الى تجربتنا اللي جربناها واستكشفناها اليوم تجربة المطاحن وشون يتحول القمح او الحنطة الى طحين او الى جريش او برغل بنفس هذا المكان وبعدها انتقلت الى هذا المكان الاثري لو ردنا نرجع بالزمن لالاف السنين فكوية هي محطة لعدة حضارات حضارة الكوتيين بالاضافة الى حضارة الاشوريين والبابليين وعليها هواي اطلال موجودة من الحضارات لو ردنا ننتقل من مكان الى مكان بكوية رح نشوف هواي حضارات موجودة ومن ضمنها هذه الاثر اللي اني عليها خلال بتصويرنا في هذه الحلقة رح نستعرف جزء من عدها حتى نختم حلقتنا وننهيها بقضاء كوية الجميل واللي مميز من بين كل الاقضية اللي موجودة بكردستان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة